أبا بكر ينشأ كريما نفسي عزيز المكانة في قومه كان رضي الله عنه أرضاه من صفاته كان أبيض الوجه أبيض اللون بشكل عام نحيث البدن هذا من نسبة لصفاته الخلقية فقد كان أبيض الوجه نحيث البدن وكان من ضمن من وصفه أهل الرواة وأهل الكتب كانوا يقولون كان أبيض تخالطه صفرة حسن القامة نحيث خفيف العارضين أي الكتفين لا يستمسك إزاره يسترخي عن حوقه أو عن حوقيه رقيقا معروق الوجه أي عروقه بائنة في وجهه غائر العينين أقنى حمش الساقين ممحوص الفخذين وكان ناتي الجبهة عاري الأشجاع ويخضب لحيته وشيبته بالحناء والكتم كان هذا جملة أوصفي كما وصفه الرواة والمؤرخون في كتب التاريخ والسيوة